اشتركوا في القناة عن الإيمان باليوم الآخر في هذه الوحدة السابعة وتكلمنا عن معنى الإيمان بالقدر وقلنا أن القدر هو تقدير الله تعالى للمخلوقات حسب ما سبق به علمه واقتضته حكمته وأنه يعني التصديق الجازم بتقدير الله تعالى جميع الأشياء في القدم وعلمه سبحانه أنها ستقع في أوقات معلومة وعلى صفات مخصوصة وكتابته سبحانه وتعالى لذلك ومشيئته له ووقوعها على حسب ما قدرها وخلقه لها وذكرنا أيضا بأن الإيمان بالقدر هو أمر واجب وهو ركو من أركان الإيمان لا يكتمل الإيمان إلا به وذكرنا لذلك أدلة من القرآن والسنة منها قول الله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر وقلنا أيضا قول الله تعالى وكل شيء خلقناه بقدر وقوله تعالى ثم جئت على قدر يا موسى وغير ذلك من الأدلة من السنة طبعا حديث جبريل المشهور لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتوبه ورسوله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر كل شيء بقدر حتى العجز والكيس فتكلمنا عن علاقة التوحيد وأنه لا يتحقق التوحيد إلا بالإيمان بالقدر لأن لا ينتظم للعبد توحيد ولا يتم له ذلك إلا إذا آمن بالقدر التكذيب بالقدر ينقض التوحيد لأنه يعني أن هذا المكذب بالقدر لا يؤمن بعلم الله سبحانه وتعالى فهذا فيه مناقضة لربوبية الله سبحانه وتعالى ولألوهيته ثم ناقشنا هذا في التقويم حياة قارننا بين حياة من يؤمن بالقدر ومن لا يؤمن بالقدر من حيث عدة اعتبارات من حيث الراحة النفسية فبينا بأن الذي يؤمن بالقدر لا شك بأنه يحس براحة نفسية ويعيش مطمئن البال بينما الذي لا يؤمن بالقدر لا شك بأنه يعيش صراعا نفسيا ويتسخط على قدر الله سبحانه وتعالى ويغضب وقد يؤدي به ذلك والعياذ بالله إلى سلوكيات لا تتناسب مع الإنسان المسلم نأتي اليوم إلى ذكر يعني محور آخر ودرس مهم جدا وهو مراتب الإيمان بالقدر الإيمان بالقدر يا أحبة له أربع مراتب واسمعوها جيدا المرتبة الأولى هي مرتبة العلم ثم مرتبة الكتابة ثم مرتبة المشيئة فعندنا مرتبة العلم والكتابة ودللنا عليها بقول الله تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير فالمرتبة الأولى أحبة الكرام هي مرتبة العلم المرتبة الأولى هي مرتبة العلم والمراد بها الإيمان بعلم الله سبحانه وتعالى المحيط بكل شيء كما قال تعالى وسع كل شيء علما فمن المهم أن المسلم يؤمن بعلم الله سبحانه وتعالى المحيط بكل شيء وأنه علما ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون إذن الله سبحانه وتعالى يعلم الماضي والحاضر والمستقبل كل ذلك بعلم الله سبحانه وتعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين سبحانه جل وعلا فهذه المرتبة الأولى وهي مرتبة العلم فكما ذكرنا أنه يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون وأنه علم جل وعلا ما الخلق عاملون كل ما نعمله الآن وما عملنا سابقا وما سوف نعمله لاحقا كل ذلك بعلم الله سبحانه وتعالى وعلم أرزاقهم وآجالهم وحركاتهم وسكناتهم وسائر أحوالهم وبينا في هذه الآية في سورة الأنعام وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو مفاتح الغيب هذا نشاط جيد يعني نتشارك في حله مفاتح الغيب بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها التي وردت في آخر أو آخر سورة لقمان من يتذكر هذه الآية إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إذن قال الله تعالى إن الله إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير إذن ذل العقل أحبة الكرام على أن الله سبحانه وتعالى موصوف بالعلم يستحيل أن نصف الله سبحانه وتعالى بالعلم ويمتنع إيجاد الأشياء بالجاهل وهذه سوف تريدنا إن شاء الله إذا بيّننا مذاهب الناس في القدر بمأن الله سبحانه وتعالى عنده علم كل شيء وكما قال تعالى واسع كل شيء علم وكما بيّننا في الحديث إن أول ما خلق الله القلم فقال له أكتب قال ربي وما أكتب قال أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة وفي الحديث الآخر كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء إذن يمتنع إيجاد الأشياء مع الجهل لأنه أوجد الأشياء وخلقها بإرادته والإرادة تستلزم العلم بالمراد فكان الإيجاد والخلق مستلزما للعلم أيضا إذا تأملنا وهذه نقطة في غاية الأهمية صراحة وهي أن في المخلوقات من الإحكام والإتقان ما يستلزم علم الخالق لها لأن الفعل المحكم المتقن يمتنع صدوره عن غير علم من الناس من الملاحدة من قال بأن الكون قد خلق صدفة زعموا ذلك قالوا بأن الكون قد خلق صدفة تعالى الله عن ذلك علوة كبيرة انظر إلى إتقان السماوات والأرض والجبال الرواسي والبحار والأنهار والشمس لو تقدمت قليلا إلى الأرض لا احترق أهل الأرض ولو ابتعدت قليلا لتثلجة الأرض هل هذا صدفة؟ كل هذا صدفة هذا الجسم وما يحويه من كبد وقلب ورئة وتنفس واليد والاستشعار الحرارة والبرودة وغير ذلك ما يطر على هذا الجسم من صحة ومرض كل هذا صدفة هذه السماوات والأرض صدفة خلق الإنسان صدفة فهذا لا شك أنه دليل يعني أبسط العقول ترد هذا القول لتفاهته وصطحيته فالمخلوقات فيها من الإحكام والإتقان ما يستلزم علم الخالقي لها لأن الفعل المحكم المتقن يمتنع صدوره عن غير علم نعم المرتبة الثانية مرتبة الكتابة من مراتب الإمام بالقدر أننا نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى كتب كل شيء عملناه وما نعمله ما سوف نعمله لكل الخلاق لكل الأزمنة لكل العصور وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين ولذلك كما بينا في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كل هذا مكتوب كل ذلك في كتاب كل ذلك في كتاب وهو اللوح المحفوظ وهذا الحديث فيه دلالة أيضا هذا الحديث فيه دلالة على أن أول المخلوقات هو العرش كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء هذا أول الخلائق أول الخلائق نعم المرتبة الثالثة مرتبة المشية والمراد بها الإيمان بمشيئة الله سبحانه وتعالى النافذة وقدرته الشاملة فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ما شاء الله سبحانه وتعالى كان وما لم يشأ لم يكن لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه كما قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله وذكرنا قصة الأمس قد يكون أحيانا يعني ذو جبروت يريد أن وبيده كل شيء وبيده يتحكم بكل شيء لكن الله سبحانه وتعالى يريد أمرا بالذات فلا يتحقق مراد هذا صاحب الجبروت كما ذكرنا في قصة الغلام في قصة الأخدود فإنه هذا الغلام آمن بله سبحانه وتعالى الملك في ذلك الوقت لم يكن على لم يكن على دين الله سبحانه وتعالى وأنه كان يعبد إلها آخر فأراد الله سبحانه وتعالى أن يبين فلما آمن هذا الغلام أرسل إلى جماعة أنخذوه وألقوه من فوق الجبل وذهبوا بهذا الغلام إلى ذلك الجبل فلما صعدوا الجبل أمره سبحانه وتعالى ذلك الجبل أن يهتز فهتز فسقط الرجال كلهم وبقي هذا الغلام نزل يمشي إرادة الله سبحانه وتعالى ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ثم أمر جماعة أخرى أن يأخذوا هذا الغلام و يذهبوا به في البحر و يلقوه في البحر فيغرق فذهبوا به في سفينة إلى البحر بهذا الغلام فلما ركبوا البحر ما جبهم البحر فسقط أولئك و أتى الغلام سالما أراد الله سبحانه و تعالى أشاء الله سبحانه و تعالى أن ينجي هذا الغلام ثم بقيت القصة فقال إن رت أن تقتلني فاخذ ساما من كنانتي و صوبه إليك و اجمع الناس و قل باسم ربي هذا الغلام ففعل الملك و مات الغلام و آمن الناس بدين الله سبحانه و تعالى و كفروا بدين هذا الملك نعم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحانه و تعالى و عن عبد الله بن عمر بن العاص أنه سمع الرسول صلى الله عليه وسلم إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء إذن عندنا الآن يعني نبين هنا نشاط مهم أستدل بآيتين من القرآن الكريم على أن جميع الحوادث بمشيئة الله سبحانه و تعالى ذكرنا يعني و ما تشاءون إلا أن يشاء الله و إذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له و ما له من دونه من وال نأتي إلى المرتبة الرابعة و هي مرتبة الخلق فنؤمن نحن جبيعا بأن الله سبحانه و تعالى خالق كل شيء خالق السماوات و الأرض خالق البشر خالق الحجر خالق البحار و الأنهار خالق كل عامل و عمله إذن هو الله سبحانه و تعالى خلقنا و ما عملنا و الله خلقكم و ما تعملون انظر انظر إلى الآية و الله خلقكم و ما تعملون إذن نحن مخلوقون و عملنا مخلوق و هو بعلم الله سبحانه و تعالى و ما من ذرة في السماوات ولا في الأرض إلا و الله سبحانه و تعالى خالقها فهو عز وجل وحده و ما سواه مخلوق الله الخلاصة الله خالق كل شيء و هو على كل شيء و كيل إذن نستحظر مرة أخرى إرسم شكلا أو أرسم شكلا يعبر عن مراتب القدر ممكن يعني نسوي طريقة الخرائط المفاهيم ممكن نقول مراتب القدر نقسمها أربعة العلم الكتابة الخلق المشيئة هذه هي مراتب القدر العلم الكتابة الخلق المشيئة نعم التقويم يعني جاية تحلونها يا أحبتي بينكم و بين أنفسكم أعدد مراتب القدر بالترتيب العلم الكتابة القدر الخلق المشيئة العلم والكتابة و دليلهما كما ذكرنا ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب المشيئة و ما تشاءون إلا أن يشاء الله المشيئة والخلق الله سبحانه وتعالى خالقوا كل شيء الله سبحانه وتعالى خالقوا كل شيء نعم نأتي الآن إلى موضوع آخر وهو في غاية الأهمية أيضا وهو موضوع مذاهب الناس في القدر وهذا الموضوع مهم جدا أحبتي الكرام و نؤكد عليه لماذا نؤكد عليه لأن هناك أحيانا شبهات يعني يطرحها بعض المبطلون في موضوع القدر تحديدا و سوف نبين يعني منشأ خطأ الناس في القدر و الأمر هذا قد حصل منذ قديم الزمن من بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم و مضي قرون و سنوات بدأ أو ظهر من الطوائف من له اعتقاد باطل في القدر نبينها في إن شاء الله في ثنايا حديثنا بإذن الله سبحانه وتعالى و السبب طبعا في اختلاف الناس في القدر هو أنهم حكموا عقولهم و لم يحكموا شرع الله سبحانه وتعالى هو أنهم حكموا عقولهم و لم يحكموا شرع الله سبحانه وتعالى و السبب في ذلك بعدهم عن منهج الرسول عليه الصلاة والسلام إذا هم باختصار طائفتين طائفة نفت القدر و أنكروا القدر وأن القدر ليس موجود وأننا نحن الذي نفعل أفعالنا وكل شيء وليس ذلك بعلم الله سبحانه وتعالى وهم هؤلاء طائفتان الغلات أنكروا مرتبة العلم المشيئة والعياذ بالله فقالوا وزعموا أن الله سبحانه وتعالى لا يعلم الحوادث قبل وقوعها تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا والمعتزلة وهم طائفة لهم أرى ضالة كثيرة جدا من ضمن معتقداتهم الباطلة أقروا بالعلم والكتابة لكن ماذا قالوا أنكروا مرتبة المشيئة ومرتبة الخلق فزعموا أن أفعال العباد ليست مخلوقا لله وإنما العباد هم الخالقون لها تصورتوا معي يزعمون المعتزلة أن أفعال الله سبحانه وتعالى أن أفعال العباد عذرا ليست مخلوقة لله وإنما العباد هم الخالقون لها ولا شك أن الأدلة الشرعية تنقض كل هذه المذاهب حسبك بهذا أخي الكريم وقال تعالى وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ وذكرنا ذا تذكرون أحبة الكرام في الدرس السابق ذكرنا هذا لا يناقض أن للعبد أفعال اختيارية يعني كما ذكرت في نفس المثال أنا الآن أريد أن أمشي ماشيت لا ينافي ذلك القدر الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى في علمه أني سوف أمشي فهمتم؟ هذا هو الأمر الذي يعني ظل الناس فيه وظنوا يعني كما سوف يأتينا أن هناك مقارنة بين ما يعني يريد الله سبحانه وتعالى وما يحبه فالله سبحانه وتعالى قدر أن في هذا الكون أن هناك شخص اسمه فرعون يكفر بالله سبحانه وتعالى قدر ذلك الشيء لحكمة أن يراها جل وعلا فالإرادة كما ذكر أهل العلم نوعان إرادة كونية وإرادة شرعية فالإرادة الكونية وجود كل شيء وجود الخير والشر والصالح والطالح هذه إرادة كونية هذه إرادة كونية وهناك إرادة شرعية وهي التي يحبه الله سبحانه وتعالى كما سوف نبين مثل قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر نعم هذا نشاط جيد يعني أنكم تحلونا في البيت أستدل من القرآن الكريم على بطلان ما أنكره القدرية آية على كل مرتبة ذكرنا يعني أولا الحمد يعني الأدلة على مراتب القدر إذن هذا ما يتعلق بالطائف الأولى نفت القدر نفت القدر بالكلية وقالوا بأن العباد أو العباد هم اللي يخلقون أفعالهم الله سبحانه وتعالى ليس له علم بكفر الكافر أو معصية العاصي واضح الآن هذا المذهب الباطل الأول المذهب الباطل الثاني في المقابل العكس تماما قالوا أن العباد مجبورون على أفعالهم المؤمن مؤمن والكافر كافر وشبهوا بمثل يعني قد يكون شيء في شيء من الدعابة فقالوا هو كالريشة في مهب الريح مثل الريش هذا جريح مرة تروحين مرة تروحين مرة تروحين فقط هذا لا شك أنه مثل باطل يعني كانوا يقولون الإنسان كما يقولون مسير وليس مخير يسويه الله سبحانه وتعالى كاتب أن يفعل هذا الشيء وهذا الأمر حتى نبين هذا الأمر أحبة الكرام يعني لا نستغرب يعني سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال حديث علي بن بي طالب رضي الله عنه كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة فقال ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة الصحابة سألوا قالوا يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل أفلا نتكل على عبادنا وندع على كتابنا وندع العمل قال صلى الله عليه وسلم انتبهوا هذا هو المراد اعملوا فكل ميسر لما خلق له اعملوا هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم وهو الرد الصحيح على مذهب القدرية وعلى مذهب الجبرية الجبرية لذين قالوا الانسان مخير ما لها أي فعل لا لك فعل اعملوا فكل ميسر لما خلق له أما من كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة يعني تبي تدخل الجنة وأنت ما عملت لا تعمل اعمل الواجبات ادى الواجبات ادى النوافل اغتنى أعمال الصالحة تدخل الجنة و تقوم من أهل السعادة وفي المقابل وأما من كان من أهل الشقاء فييسر لعمل أهل الشقاء وتأمل قول الله تعالى ثم قرأ صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرة وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرة فعمل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بمقتضى هذا الحديث ونشطوا في الطاعات وهم يحسنون الظن بالله سبحانه وتعالى ويرجون أن يكونوا من أهل السعادة أبين وجه الاستدلال من الحديث في الرد على الجبرية ها ما رأيكم لا شك أنه قوله صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له نعم ماذهب أهل السنة والجماعة في القضاء والقدر أهل السنة والجماعة وسط في كل شيء في هذا الباب هم وسط بين المعتزلة أو القدرية والجبرية فأثبتوا القدر وصدقوا النصوص الدال على ثبوته ويثبتون أن العبد فاعل حقيقة والله خالق فعلا يثبتون أن العبد فاعل حقيقة أنا الآن أمسك القلم هذا فعل أكتب هذا فعل والله سبحانه وتعالى هو خالقي وما أعمل هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة واضح؟ هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة وأن للعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة نحن لنا قدرة لي قدر أني أمشي لي قدر أني أرجع لي قدر أني أكتب على السبورة لي قدر أني أتكلم والله سبحانه وتعالى هذا مذهب أهل السنة والجماعة والله سبحانه وتعالى هو خالقي وخالق هذه القدرات التي فيه واضح الآن يا أحبة الكرام هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة وهو مذهب وسط بين القدرية الذين نفوا القدر وبين الجبرية الذين قالوا أن الإنسان كالريشة في مهب الريح أو كحركة يد المرتعش لا يستطيع أن يوقف يده من الحركة وهم دائما أهل السنة والجماعة وصد في كثير من الأشياء كما قال تعالى تأمر في قوله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم إذن لنا مشيئة نحن البشر لنا مشيئة لنا مشيئة أننا نعمل الخير و لنا مشيئة أننا نفعل الشر لمن شاء منكم أن يستقيم و هذا كله و ما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين و أيضا هنا ذكرنا في المعلومات الإثرائية أن وسطية أهل السنة والجماعة حتى في باب الأسماء و الصفات من الناس من أنكر الصفات فقال كيف يكون الله سميع معناها كذا كذا و منهم من جسم و شبه الصفات فجعلها كالصفات المخلوقين عندنا هنا نشاط أقارن بين قول القدرية و الجبرية و أهل السنة و أهل السنة فيما يأتي أهل السنة يثبتون القدر و يقولون الله سبحانه و تعالى يعني أن العبد يخلق فعله و الله سبحانه و تعالى خالق العبد و فعله القدرية قلنا بأنهم ينفون القدر و يثبتون أفعال العباد أما الجبرية فهم لا يثبتون أفعال العباد و يثبتون القدر نعم من شاء الضلال و هذه ذكرناها في بداية الحديث من شاء الضلال في باب القدر هو التسوي بين مشيئة الله سبحانه و تعالى هذه من أهم نقطة في الدرس هم من شاء الضلال في باب القدر هو التسوي بين مشيئة الله و بين محبته و رضاه يجب التفريق بينهما يجب التفريق بينهما كما ثبت في الأدلة الشرعية في الأدلة الشرعية ليس كل ما يشاء الله سبحانه و تعالى يكون محبوبا مرضيا عنده فإن الله قدر الكفر و المعاصي شاء شاء أن يكوناك كفر و هناك معاصي و شاء ذلك لحكم كثيرة قد نعلم قليل منها و نجه لكثير لكنه تعالى لا يحب الكفر و لا المعاصي و لا يرضاها كما قال تعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم و لا يرضى لعباده الكفر و إن تشكروا يرضه لكم و قد ظلت طائفة القدرية الذنوفات و الجبرية فسووا بين المشيئة و بين المحبة و الرضا و قالوا المشيئة و المحبة سواء و هذا هو خطأهم و من شاء ضلالهم القدرية ماذا قالوا؟ قالوا إن المعاصي لا يحبه الله تعالى ثم زعموا أن كل ما لا يحبه الله و لا يرضاه فليس داقلا في عموم من مشيئة الله فأخرجوا أفعال العباد عن مشيئة الله و هذا من أشد الضلال و الجبرية قالت إن كل شيء بقدر الله تعالى ثم زعموا أن كل ما يقدره الله سبحانه و تعالى فهو محبوب و الله سبحانه و تعالى لا يحب الفجور فأخرجوا هذا و هذا لا شك أنه ضلال و الصحيح هو قول أهل السنة قالوا إن الله تعالى و إن شاء المعاصي و قدرها فهو لا يحبها و لا يرضاه بل يبغضها و ينهى عنها أسأل الله سبحانه و تعالى أحبة الكرام أن يرزقنا و إياكم العلم النافع و العمل الصالح هذا و الله أعلى و أحكم و صلى الله وسلم على نبينا محمد و على آله و صحبه أجمعين اشتركوا في القناة